تونس تدخل على خط الدول العربية العائدة إلى أحضان دمشق بعد قطيعة دامت سنين للرئيس بشار الأسد على الصعيد الرسمي العربي عبر الجامعة العربية وتؤكد تونس أن الجو ملائم لكي تعود سوريا إلى مكانها الطبيعي في الأمة العربية وقد أكد المفد الرئاسي التونسي إلى لبنان لزهر القروي شابي وفق وكالة الأناضول أن أمر سوريا لا يتعلق بتونس بل بالجامعة العربية التي علقت نشاطها وأن بلاده ترحب بعودة سوريا إذا رفعت الجامعة التعليق وجاء حديث الشابي في تصريح للصحفيين بمطار بيروت الدولي بعيد تسليمه الرئيس اللبناني ميشيل عون دعوة من نظيره التونسي الباجي قايد السبسي لحضور القمة العربية التي ستعقد في تونس خلال العام الجاري وعرب المسؤول التونسي عن تمنياته في أن تكون القمة المرتقبة قمة خير وسداد للأمة العربية معبرا عن سرور تونس بانضمام سوريا إلى الأمة العربية مجددا مؤكدا أنه توجد بوادر خير في هذا الموضوع سيما وأن عددا من الدول العربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق وكانت الجامعة العربية قد علقت عضوية سوريا منذ العام 2011 وسط مساعية من دول عربية إلى منح المعارضة المسلحة المقعد الشاغر إلا أن عددا من الدول العربية عارضت ذلك من بينها موريتانيا في القمة المنعقدة بنواكشوط عام 2016 ويأتي الموقف التونسي الجديد في سياق عربي عام يتوجه أكثر إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري القائم في دمشق حيث زار الرئيس السوداني عمر البشير دمشق مؤخرا ويرتقب أن يصلها في غضون أسبوع الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز كما أعادت دول من بينها الإمارات العربية المتحدة فتح سفاراتها بعد إغلاقها لسنوات بسبب تداعيات الثورة ترجمة نانسي قنقر